اختيار الكاهن اصعب اهم بملايين المرات من اختيار زوجة لأحد اولادنا على اهمية نوعية الزوجة وقيمتها وفرادتها بدأت العنوان هكذا لأقول وأشدد على ان اختيار الكاهن مسألة فريدة للغاية فوق حدود الوصف علما ان الزوجة التي لا تتمتع بالنوعية المطلوبة الهيا تدمر حياتها وبيتها وكل شيء في مجتمعها لا نستطيع ان نأتي الى كنيسة المسيح بكهنة غير متعلمين بالقدر المطلوب كنسيا انسانيا ومجتمعيا بيد ان اختيار هذا الخادم الذي غايته مجد المسيح فقط ليس سهلا على الاطلاق ويحتاج وجوده الى مقومات عدة وعناصر كثيرة قد لا نوفق للحصول عليها بدون صبر كثير ومحبة عميقة جدا للرب يسوع المسيح اول ما نحتاج اليه كي نحسن هذا الاختيار هو ان نفتش عن هذا الكاهن العتيد المطلوب في الاطار الذي يترعرع فيه اي في كنف والديه في بيته الوالدي وعلينا لزاما ان نعرف نوعية والديه ونوعية البيئة الحاضنة لهذا البيت لماذا نبدأ من هنا لماذا نتكلم عن والديه ونحن بصدد اختياره الى سدة الكاهنوت السبب بسيط وعميق لاننا بمراقبة اهل هذا الكاهن العتيد نتمكن من الوقوف على القيم والمبادئ التي شبى عليها اذ كيف لنا ان نقبل ونرضى بهذا المرشح اذا كان في بيت والديه عادات دميمة وامور تتنافى والشخصية الروحية القيادية التي نرجوها لهذا الكاهن على رعيته ولكل كاهن على كل رعية يجب ان يكون والدا هذا الكاهن العتيد على قدر كبير من الاخلاق والقيم والدماثة والايمان وعلى قدر كبير من القيم المعاشة والمتاحة والمتوفرة في حياتهما ايضا ينبغي ان يكون ابو الكاهن هذا محبا لزوجته كي نضمن انه الذي اي الذي نريد لم ينشأ على باقات من العقد والهموم الداخلية والدونية والمحرومية وعقد النفس المتعددة كالبخل والحرمان والانغلاق وعدم الانفتاح وبالتالي عدم القدرة على البدء بخدمة مجد المسيح لاننا نؤمن ان من يترارع في كنف والدين والدين مشبعين بالعقد والدونية سوف يتعذر عليه ان يحتضن اهواء نفسه وان يهذبها من اترعت نفسه بالعقد هو مهزوما ومكسورا على الدوام ولا يقوى البتة على رعاية النفوس المختلفة التائقة في العمق الى الحياة اما والدته فينبغي ان نلمس فيها عفة القلب ونظافة اللسان والجسد والروح والنفس وان نجد فيها انضباطا فريدا في ضبط اللسان فلا تنطق بما لا يليق لا بل التتمسك بما يجب ان يقال مع باقة طويلة من الفضائل الاخرى لان كاهنة او زوجة كاهن فاجرة تشل حياة زوجها وتخنق روح الكهنوت في قلبه وتدمر مجد المسيح الام هي صورة كاهننا العتيد والمطلوب دائما لخدمة مجد المسيح في كل رعية ثانيا لا يجوز ان يكون المرشح فقيرا الا اذا كان الايمان الذي في نفسه يتوق الى جعله فقيرا بالروح عندئذ لا نخاف عليه مهما قامت في وجهه التجارب المختلفة فهي لن تقوى عليه بقوة المسيح الساكن فيه والذي يعينه بكل اشكال العون على ضبط اهوائه ولكن لماذا نتكلم عن الفقر وما علاقة الفقر بانتخاب كاهن نطلق اصواتنا وحناجنا ونحن نقول مستحق 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 هل كل الناس اغنياء طبعا ليس جميع الناس اغنياء ولم تكن المجتمعات البشرية كلها غنية في يوم من الايام ولكن للفقر المادي براث لا يمكن تقليمها وترويضها الا اذا كان قلب المرشح المعني المطلوب محبا للنسك ولفضائل الانجيل الفقر هو كل المشكلة اذا لم يكن في القلب نبع لفقر اهم عنيت به الفقر الروحي فقر القلب للمسيح طوبى للمساكين بالروح فان لهم ملكوت السموات ثلاثة يجب ان يكون والداء المرشح على قدر متقدم من عفة الجسد لان عفة الجسد تشترط عفة النفس والقلب ايضا وانا فانها تنطوي على مكر كبير وخداع للناس ولذاتي اولا رابعا لابد ان يكون المرشح للكانوت بشوشا صبوحا ممفتحا شفافا خلوقا دمثا محبا لطيفا وديعا حليما قوية الشخصية وديعا ناسكا اجتماعيا بامتياز عميقا بامتياز بسيطا مثقفا جدا وقادرا على مخالطة كل اطياف المجتمع وديعا لكنه لا يوحى باحد ولا يتملق احد طمعا بخدمة او مال وفي الحقيقة ليس سهلا ان تتوفر هذه الفضائل كلها وغيرها المتعاكسة في شخص ما بسهولة بيد ان حب الكنيسة للمسيح والذي يدفع الى البحث عن مثل هذه الصفات في المرشح العتيد في شخص واحد خمسة ينبغي ان تشع انوار فضائله ونتلمسها في الرعية ونحس بها كي نقبل به ان يكون علينا خادما وراعيا ومرشدا وقائدا فننتقيه كاهنا للمسيح فالجبة يا احبائي لا تصنع الكاهن الكاهن ليس الجبة يا محترم تماما كما ان التعري قد يظهر رغم اللباس وغطاء الجسد ستة لا قيمة على الاطلاق لتواقع عارضة ترفع للاسقف فالديمقراطيات المعاصرة معجونة بالفساد رغم التصويت المعروف عامة في كل مكان وبالتالي لا قيمة من الوجه اللاهوتية للمرشح فلان لمجرد انه ينتمي الى اكبر عائلة في البلدة او القرية فالعائلة الكبيرة سوف تستعبد ابنها فتشده الى اهوائها وشهواتها وتنزل عليه مطاليب لا تعد ولا تحصى فتأتي على كل سعي روحي جديد ومستجد عنده ان وجد هذا السعي الروحي ان رصيد الكاهن لم يكن في يوم من الايام يرسخ او يقوم على عائلته او على اي شيء دنيوي فكل رصيده في النهاية ان يكون محبا ليسوع المسيح ومستعدا من اعماق القلب ان يخدمه ان يكون مرضيا له في كل دقائق حياته اليومية وهذا التدقيق نادر في مجتمعات الكهنة وعلى كل صعيد سبعة يجب على الكاهن العتيد ان يكون قويا راسخا ثابتا جديرا بان يقف امام التحديات لا يخشى دونية الفقراء ولا يتهيب لفوقية الاغنياء واصحاب النفوذ اذ لا يستطيع رجل الله ان يرتهن لامر مهما كان من هذا القبيل احبائي يقال الكثير اذا اردنا ان نغوص بالعمق المطلوب فيما نتكلم عنه يكفي ان نعود الى رسالة بولوس الى اهل تيموثاوس كي نقف على المزيد مما يذكر وامر اخر لم يذكر ليسوع المجد الكاهن الاعظم والاول امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة